السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمداً يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد أيها الأحبة مرحباً بكم مع قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه عليه الصلاة والسلام زيدوا النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله النهاردة حبيبي في الله هنعيش مع قصة جديدة مع سيدنا النبي سمتها قصة خير الإسلام خير الإسلام سمتها الإسم ده لأن الصحابي اللي جيه يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معانا في القصة جاي يسأله عن خير الإسلام وده سؤال جميل جداً عمرك سألت نفسك عن خير الإسلام عمرك سألت نفسك إيه أحسن حاجة في الإسلام أفضل خصلة في الإسلام أحب الخصال إلى الله عز وجل في الإسلام اسمعوا معي هذه القصة هذه القصة عند البخاري في صحيحه وعند الإمام مسلم أيضاً في صحيحه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف نقول تاني وصلوا على النبي محمد وآله عليه الصلاة والسلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيقول إيه بقول حدثنا عمر بن خالد يبقى كان فيه شيخ للإمام البخاري اسمه عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر له عبد الله بن عمر بن العاص أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف النهاردة نقف مع بعضنا مع قصة خير الإسلام أول حاجة بسرعة كده شيخ الإمام البخاري هنا في هذا الإسناد اسمه عمر بن خالد وهو عمر بن خالد الحراني عمر بن خالد الحراني عمر بن خالد بن فروح التميمي الحراني نزيل مصر من الطبقة العاشرة توفي سنة 229 هجرية بمصر وهو والد الإمام محمد بن عمر المعروف بأبي علاثة طبعاً الكلام ده عايزي انكتب أنا شخصياً كتبه حفظت بعضه وبحاول أحفظ اللي بائي معاك فعايزك أنت كمان تمسك معايا ورأ وألم ربنا بارك في عمرك يا رب لأن العلم ينسي بعضه بعضاً قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها في الهواء شاهقة فهد كرسة وألم والأجندة وألم وخليها لقال الله قال رسول الله بنقول معانا عمر بن خالد وهو التميمي الحراني نقول الثاني نزيل مصر يعني هو مصري وهو من الطبقة العاشرة من الطبقة رقم عاشرة توفي 229 هجرية بمصر وهو والد الإمام محمد بن عمر المعروف بأبي علاثة بضم العين قال حدثنا الليث عمر بن خالد الحراني بيقول حدثنا الليث طبعاً الليث ده رجل معروف وهو مصري وعايز أقولك أن الإسناد كله مصري والإمام مسلم أورد لهذا الحديث إسناديني والإسنادين أسانيد عالية وكلهم ثقات وكلهم مصريون هنا إسناد البخاري بيقول حدثنا عمر بن خالد حدثنا الليث لو الليث ابن سعد طبعاً الليث ابن سعد ده فقيه إمام كبير وعمدة معروف حبر علامة إمام أهل مصر كان ثقة ثرياً سخياً واسمع بقى الحتة دي حتة حلوة أوي يقولك إيه أهدى إليه الإمام مالك أهدى إليه صنية وفيها تمر أهداها للإمام الليث ابن سعد يوم الليث ابن سعد يرجعها له يرجع له بقى فيها إيه يرجع له الصنية ومملوئة بالذهب وده موقف صغير أوي من مواقف وحياة سيدنا الليث ابن سعد علشان نستوعب ثراؤه وسخاءه وجوده بيقوله أن الليث ابن سعد كان دخله في السنة تمانين ألف دينار ومع ذلك لم تستوجب عليه زكاة بمعنى أنه كان كل اللي يجيله يخرجه في سبيل الله لدرجة أن ماله كان يزيد على النصاب لكن ما يمرش الحاول أو العام وهذا المال زائد على النصاب وإنما اللي يجيله من عند الله يقريضه الله عز وجل يتصدق به اللي معمل ليث ابن سعد وولد سنة اتين وتسعين هجرية توفي سنة مية خمسة وسبعين هجرية بمصر في شهر شعبان عن يزيد يزيد هو يزيد ابن أبي حبيب وأبي حبيب اسمه سويد يبقى اسمه يزيد ابن سويد وهو مصري أيضا وكان مفتي فقيه عن أبي الخير أبي الخير هو مرثد اليزني 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 بفتح الزاي وهو منسوب إلى يزن بطن من حمير لكنه نزل مصر ومات بمصر عن عبد الله بن عمر هنا بقى الصحابي صحابي بيحكي لنا القصة وبيقوليني في صحابي تاني أن رجلا سيدنا عبد الله بن عمر هو الراوي الأعلى هنا في الإسناد سؤال مهم لازم تسأله لنفسك سمعت أنت كتير عن سيدنا عبد الله بن عمر وحافظ اسمي سيدنا عبد الله بن عمر لكن يا ترى عارف إيه عن سيدنا عبد الله بن عمر يعني لو قلتلك مثلا قل لي لو سمحت سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده كم ولد مثلا تفتكر طب لو قلتلك مثلا سيدنا عبدالله بن عمر ابن العاص كان بينه وبين ابنه كان بينه وبين أبوه أم عبدالله ابن عمر ابن العاص بينه وبين أبوه عمر ابن العاص كم سنة يا ترى نعرف طيب مت إمتى يا ترى نعرف نحاول نعرف مع بعضين سيدنا عبدالله بن عمر هو عبدالله ابن عمر ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد القرشي لا تاني صلى رسول صلى الله عليه وسلم نقول تاني هو سيدنا عبد الله ابن عمر ابن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد القرشي وهو صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله صاحبه وابن صاحبه حبيبه وابن حبيبه طيب اسم أم سيدنا عبد الله بن عمر كانت ايها جماعة أم سيدنا عبد الله بن عمر كان اسمها رائطة تاني رائطة بنت الحداج ابن منبه السهمية بالراحة يا شيخ عشان نكتب حاضر بالراحة صلع رسول صلى الله عليه وسلم أم سيدنا عبدالله بن عمر اسمها رائطة بنت الحداج ابن منبه السهمية سيدنا عبدالله بن عمر بن العص كان بينه وبين أبوه 11 سنة كان بينه وبين أبوه 11 سنة أقول لي ده بقى معناه بقى كده لسيدنا عمر بن العاص جاوزه عنده عشر سنين آه جاوزه عنده عشر سنين استغرب ليه كانوا بتجاوزه بدري جدا رجال ونساء أسلم قبل أبيه كان اسمه العاص فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله فبقى اسمه بدل العاص ابن عمر بقى اسمه عبد الله ابن عمر ابن العاص توفي بمصر سنة 63 هجرية وقيل سنة 65 هجرية أبو ذر الغفاري الراجل بقى اللي معنا هنا اللي سيدنا عمر بن العاص بيحكي عنه القصة دي بيقول شفت راجل داخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيسأله وبيقول لي يا رسول الله أيه الإسلامي خير فعدت أدور مين الراجل ده مين الراجل ده مين الراجل ده لحد لما لقيته في إسناد رواية أخرى أنه عين مين هو واحد من اتنين في رواية بتقول أنه هو سيدنا أبو ذر الغفاري ورواية تانية بتقول أنه هو سيدنا هانئ أبو شريح عارفين شريح ابن هانئ اسمه هانئ بن يزيد كان عنده ولد مشهور معروف اسمه شريح ابن هانئ لكن الراجح أن الراجل اللي سأل سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام في القصة هنا هو سيدنا أبو ذر الغفاري وأنا عايز أسألك برضو لو سمحته يا ترى نعرف إيه عن سيدنا أبو ذر الغفاري تعرف اسم سيدنا أبو ذر الغفاري تعرف سيدنا أبو ذر الغفاري مدفن حتة تعرف سيدنا أبو ذر الغفاري مد سنة كام سنقول بسرعة سيدنا بذر الغفار اسمه جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن غفار فهو من غفار أحد السابقين إلى الإسلام وهو خامس خمسة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمس واحد سدق سيدنا النبي أسلم مع سيدنا النبي سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وصف بقى يقول كان رجل آدم آدم يعني أمحي ضخما جثة طويل عريض ضخما جسيما كث اللحية لحيته كانت كثيفة تئيلة مات بالربذة سنة 32 هجرية في ذي الحجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تسأل السؤال ده خد بالك أكتر من مرة يا رسول الله أي الإسلام خير ففي رواية تانية عند الإمام البخاري في الباب الذي قبل هذا الباب أن السيدنا النبي لما سئل أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه وياده وهنا سيدنا بذر بيسأله يا رسول الله أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير فسيدنا النبي رد عليه قال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هو ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يجاوب على نفس السؤال يجاوب عليه جابتين وثلاثة ليه؟ العلماء بقى بيقولوا في الحتة دي بيقولوا هذا جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فممكن واحد حاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شايف من حاله أن الرجل ده محتاج النصيحة دي أن يحافظ على مثلا إطعام الطعام يقول له ده بابك للجنة دي من أفضل خصال الإسلام أو اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو واحد تاني محتاج أن سيدنا النبي انصحه النصيحة دي ويوجهه ليها من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده ويخد بالك الموقف داكا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امتى أول لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة أول لما نزل للمدينة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا بذر في الموقف دا وقال له يا رسول الله أي الإسلام خير قال له أن تطعم الطعام فالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول إيه بيقول والكلام ده فيه دلالة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلاما مناسبا في الوقت المناسب ما بيقولش أي كلام وإنما الصحابة في الوقت ده محتاجين جدا أنه يحنينين على بعض قلبهم على قلب بعض أنه يبقى فيه مودة بينهم وبين بعض أنه يبقى فيه ألفة بينهم وبين بعض أنه يبقى فيه كرم بينهم وبين بعض الجود بالموجود زي ما احنا بنقول وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما دائما وأبدا وخصوصا في ذلك الوقت قلنا أن كل الإسناد مصريون وأن فيه إسنادين للحديث ده عند الإمام مسلم والإسنادين اللي اتنين مصريون هم المصريين هوا المصريين مش كلام لا فيه علماء مصريين وفي كل طابقة علماء أكابر مصريون أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أنا عايزة أسألك سؤال يا طرى إحنا كورة ما ولا لا بنعود ولادنا على الكرم وعلى السخاء ولا بنعودهم على البخل وعلى الشح بتعود ابنك مثلا إنك أنت وانت داخل المسجد تديله خمسين قرش وتقول له حطاه في المسجد خمسة جنيه حطاه في المسجد جنيه حطه ده في صندوق المسجد يا حبيبي وانت داخل علشان الولد يتعود ويتعلم ويحب الصدقة وانربيه على محبة الصدقة وانت رايح مثلا توزع صدقة لفقير لفقراء أو لمساكين بتاخد ابنك معاك عشان تعرفه بيوت الفقراء أو علشان تربيه أن في حاجة عندنا اسمها صدقة واني دي حق الفقير علينا واني الزكاة دي حق الله في مالنا وأنفقه من مال الله الذي آتاكم بنعمل كده ولا مش في بلنا مش في بمغنا احنا بنعلم مولادنا ايه يا جماعة يا ترى عندنا حرص زائد على الدنيا وبنحب المال حبا جما ولا بنحاول ان احنا يعني ان الواحد مننا يطلع من سوء طبعه وانه يستقبل الآخرة ويستدبر الدنيا وان الدنيا دي ما تكوش على قلبه ويخلها في ايديه علشان لما يحس بأقل أقل إحساس من الفتنة يقوم رميها من ايديه لكن لو دخلت قلبه تدخل وتربع هنا سيدنا النبي بيربي سيدنا بذر وكل الصحابة وإحنا كمان معاهم بيربينا كلنا على أن تطعم الطعام دي أفضل خصلة من خصال الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف النهاردة يا ترى بنسلم على بعضنا أقول لأ وبنسلم على بعضنا إزاي بالدمار كده بالإشارة ولا بالإيد كده من بعيد ولا بنسلم كده بترى طيف صوابعنا كده بكبر كل المواقف ده بتحصل ولا بنسلم بغير تحية الإسلام صباح الخير مساء الخير جود مايت بنجور صباح الفل صباح الورد أي تحية من هذه التحايا أقول لي يا شيخ هو حرام يعني أن أنا أقول صباح الخير صباح الفل أقول لك مش حرام لكن عيب عليك لما تبقى مسلم وتستغني عن تحية الإسلام ولا تبدأ بتحية الإسلام ابدأ بتحية الإسلام ويسمعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد 30 حسنة وأنا كمان أرد عليك بمثلها أو أفضل منها وأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد كده بقى نقول أي حاجة نقول أي حاجة ما تخضفش ربنا نقول صباح الخير صباح الفل صباح الورد صباح العسل قل اللي أنت عايز تقوله المهم قبل كل ده سلم سلم بتحية الإسلام اديني الأمان عرفني أن ما فيش في قلبك أي حاجة من طرفي ما هو معنى أن أنا أقول لك السلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله معنى أن أنا أقول لك الأمان عليك على الصبح الأمان عليك أني ما فيش في قلبي ضغينة ليك ما فيش في قلبي حقد ليك ما فيش في قلبي حسد ليك ما فيش في قلبي أي حاجة تسوءك أنا بحب لك إلا أنا بحب النفس والله أنا أحبكم في الله و أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل اللهم أجعل عملنا كله صالحا و أجعله لوجهك خالصا و لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أنا أريد أن تركزه معايا في الكلام اللي جاي ده هنتكلم عن إطعام الطعام و عن السلام الحلقات و الحلقة اللي جاية سمينا القصة دي قصة خير الإسلام و نسمي القصة اللي جاية قصة خير الإسلام اتنين أو نسميها قصة السلام لأن السلام ده قصة و عايز وقفة طويلة فعلا لكن قبل ما أسيب السلام و أروح لإطعام الطعام خذ الحتة دي سيدنا عمار عمار بن ياسر بيقول إيه بيقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان نفسك تجمع الإيمان نفسك الإيمان يستحوذ على قلبك في ناس الشيطان مستحوذ على قلبها و في ناس تانية الإيمان مستحوذ على قلبها ذكر ربنا مستحوذ على قلبهم الله يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فنعايزك النهاردة الإيمان بقى هو اللي يستحوذ على قلبك إزاي؟ حفظ على تلات حاجات دول أول حاجة الإنصاف من نفسك تاني حاجة بذل السلام تلات حاجة الإنفاق من الإقتار بالراحة تاني بتكتب ورايا طيب ما تنشغلش بقبل حواليك وركز معايا ويدك معايا بسرعة شوية عشان الحلقة هتخلص تلات حاجات لو أنت حفظت عليها قلبك يبقى مليان إيمان عمرا بالإيمان الإنصاف من نفسك إنك أنت تقول الحق ولو على أبتك إنك أنت تبقى منصف وتتقي الله عز وجل وما تجملش حتى نفسك ولا أقرب الناس ليك تاني حاجة بذل السلام إنك أنت في الراحة وفي الجاية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم أعمل حج وهكذا بذل السلام لكل الناس تخيل الخصلة دي تزود الإيمان في قلبك شوفوا قد إيه الإيمان ممكن ييجي بطريق سهل وممكن أن تتحافظ عليه بعد كده وبخصال بسيطة بذل السلام بذل السلام إنك أنت بقى عندك كرم في السلام مش النهاردة يقول لك كتر السلام إيه للمعرفة نقول الكلام ده يخالف العقيدة بالعكس ده كتر السلام يزود المحبة يزود الوئام يزود الألفة ما بيننا ده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبتة والإمام أنس بن مالك نقل هذا قال لك أنه أنا شفت الصحابة كان الواحد منهم هو ماشي مع أخوه إذا فرقت بينهما شجرة والتقوا بعد الشجرة دي كل واحد فيهم يقول لي التاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحابة كانوا بيعملوا كلام ده من دماغهم لا طبعا ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعلمهم كده عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان الصغار ولما يعد على الولاد الصغيرين يسلم عليهم علشان يعلمهم علشان يربيهم مش مستكبر بقى مش يقول إحنا هنعيل لا 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 سيدنا نبي كان بيعلمهم ويربيهم لأن الصغير ده بكرة حيبقى كبير الولد الطفل الصغير ده بكرة حيبقى مهندس ودكتور ومدرس وعالم وشيخ ومفتي وأستاذ جمعة وضابط حيبقى راجل كبارة بكرة فأنا بيعلمه علشان ينبت على الدين وعلى شرع الله عز وجل خد بالكوا كده معايا أنا نفسينا يا جماعة أن إحنا نود من البسمة الابتسامة اضحك في وشي وإنت بتقول لي سلام عليكم اضحك في وشي ابتسام لي تبسمك في وجه أخيك صدقة افردها تمكشر ليه على الصبح رسم 111 ليه مايش مستهلة فيش حاجة مستهلة ارم حمولك على ربنا وبشرني وسلم علي وأنا أرد عليك السلام يعني ينزل علينا الأمان كده على الصبح إن شاء الله وتفرج البسمة ليست برخيصة بل هي غالية غالية مش عشان بتباع بتمن غالي لا ده غالية عارف ليه لأن البسمة دي بتبني قصور من المحبة بيني وبينك بتبني قصور من المحبة في قلبي وفي قلبك فأنا أدعوكم إلى الابتسام ومحبة الابتسام خلونا بقى بسرعة نتكلم عن إطعام الطعام الحلقات دي علشان الوقت ما يفداش إطعام الطعام من أحلى وأجمل وأفضل وخير خصال الإسلام إطعام الطعام إنك إنت تحب إنك إنت تأكل الناس تبسط الناس تدلع الناس توسع على الناس إنك إنت توسع على فقراء المسلمين إنك إنت تبقى حابب إنك إنت تسأل على الغلابة اسأل يا عم على الغلابة اتطمن على الغلابة قرب من الغلابة أعد من على الغلابة كل مع الغلابة أعرف واحد راجل غني كان من عادته كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة يغدي الناس الغلابة يقول يا جماعة فيب وفيه مفتوح في الدور التاني من المسجد اللي عايز يأكل معنا لقمة لقمة خفيفة وإحنا ونصبنا زي ما ربنا قدر لينا ممكن يكون لحمة ممكن أعدت معاه مرة قال لي يا شيخ أنا ممكن ألاقي نفسي مزنوء عارف ممكن أأكل للناس إيه أأكلهم عيش وجبنا بس المهم العادة الحلوة دي ما أطعهاش لأن خلاص أنا تعودت على كده ويوم جاي بعيشنا شوفوا جبنا مائدة طويلة مثلا بتاع عشر اتناشر متر مليانة عيش ناشفوا جبنا ويقف يأكل معاهم مش يأكلهم عيش ناشفوا جبنا ويروح يأكل بقى فراخ ولحمة وجتوه لا وإنما معاهم إيده بيأديهم بيحب البذل بيحب إطعام الطعام بيحب يقف مع الغلابة وسيدنا النبي كان كده صلي عليه صلي عليه سمعني الصلع النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا النبي يقول إيه يقول إنما أنا عبد آكلوا كما يأكلوا العبد وأجلسوا كما يجلسوا العبد يأكل زي العبد يمشي زي العبد يعهد زي العبد متواضع يعني عليه الصلاة والسلام عايز أقول لك يا جماعة إن إطعام الطعام ده بيبني روح الملاطفة علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقلنا إن الواحد مننا حتى لما بيأكل ابنه ولا بيأكل بنته ولا يأكل زوجته بيأديه كده حتى اللؤمة دي تضعها في في مرأتك مظهر من مظاهر الملاطفة والمداعبة حسن العشرة حتى اللؤمة تضعها في في مرأتك لك بذلك أجر الله إيه الجمال ده إيه كرم ربنا ده إيه العظمة دي إيه الدين الجميل الباهر ده حتى اللؤمة الواحد فينا لو بيدلع زوجته كده ومعلاقة ورفعها الفي زوجته بتعمل كده ولا بتعملش ولا كنت بتعمل كده في شهر العسل وبعد لما شهر العسل خلاص في أول سنة وبعد أول سنة خلاص في البداية وبعد كده خلاص إيه أما كنت وشباب ودلوقتي إحنا كبرنا نبقاش فيه وقت أقول لك لأ وإنما ده أنت لازم تنيك تعمل كده ولازم تبقى حريص أنك أنت تعمل كده ولازم تبقى حريص جدا 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 أنك أنت تبين لزوجتك أنك أنت بتحبها وحريص عليها هذه من حسن العشرة وليك بها أجر تخيل الواحد لو أطعم زوجته ودي نفقة وأجيب عليك فرقابتك أنت مش مجوزة عشان تلطمها تمرمطها لا ده أنت تزوجتها علشان تهننها وتستتها وتخليها ست الكل وست الناس وما تحجهش لحد وتعيش مستورة وتبقى أنت سبب في ذلك تخيل بقى لما تأكلها ودي نفقة وأجيب عليك لؤمة لك بذلك أجر وما تستغربش ده سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال أكتر من كده قال إيه عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صادقة يعني الوحد مننا وهو يداعب امرأته ويجامع امرأته له بذلك أجر ويأخذ بكده أجر يبقى صادقة إذا كان له نية وكان مخلص في ذلك قالوا أهو يأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر يا رسول الله قال نعم أرأيت من وضعه في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعه في حلال كان له بذلك أجر أطعم الطعام ونكمل بعد هذا الفاصل ونواصل بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته